اشتركوا في القناة مشاهدين الليلة السبت عشرة فيفري الفين واربع وعشرين موعد جديد مع الحصة الختمية من برنامج كان تونسنا الفين واربع وعشرين قبل ما نرحب السيدة ذيوف الكرام حب نعطي خبر حصري وخبر مؤكد وخبر سري وخطير في غاية الخطورة رسمي قناة تونسنا تنفرد هذه الليلة بخبر نتصوره بشي هز الأوساط الرياضية بشي يكون مزعج برشة للمكتب الجامعي الحالي خليني نعطي الخبر مباشرة يتعلق باللودية اللي عمله البنك المركزي على حسابات الجامعة التونسية لكورت قدم منذ قرابة شهرين شهرين وشوية حيث تأكد لنا أن إدارة الجامعة التونسية لكورت قدم وصلتها يوم أمس وثيقة سري مطلق تتضمن تقرير مفصل من البنك المركزي في حواه وجود إخلالات وتجاوزات مالية ارتكبت من طرف أعضاء وأصحاب القرار في الجامعة التونسية لكورة القدم وحسب مبالغة مسامعية عن طريق شخص من المكتب الجامعي أن نتائج تقرير البنك المركزي في غاية الخطورة وتستوجب تتبعات قضائية مستعجلة عندي برشة تفاصيل في هذا الموضوع لكن احتراماً لسير أعمال القضاء التونسي العدن سأكتفي بهذا الخبر الخاص والحصري بقناة تونسنا لأول مرة بعد لوديت متاع البنك المركزي قناة تلفزية تنفرد بهذا الخبر هو برنامج كانت تونسنا على القناة الفضائية تونسنا برشة تفاصيل عندي في هذا السياق نعود أن نقول خبر حصري ومؤكد البارح لعشية تلقى المكتب الجامعي نتائج لوديت التي عملها البنك المركزي وهذه النتائج فيها برشة إخلالات برشة تجاوزات تجعل الأعضاء الميامين وأصحاب القرار في كورت قدمة تونسية عرضاً للمسالة القانونية وهنا نقوله شكراً للبنك المركزي شكراً للقضاء التونسي العادل لأنه بالحق ما بعد 25 جوليا لمكان للتلاعب لمكان للتجاوزات لمكان للترافيك لمكان للتليفونات باش تطلع هذا الملف رقد هذا الملف الحمد لله نسكل تخدم بضمير حقيق من أجل أنقاذ الرياضة التونسية وتحديداً كرة القدم التونسية قبل الجلسة العامة 9 مارس ونضيف نقطة قبل ما نرحب السيد الحضور ونعطي الكلمة لذيوفي لأعزان أكد ثم تحركات زادة سرية من المكتب الجامعي الحالي لتأخير موعد الجلسة العامة نقولون لهم لا فاتكم المعاد فات الركب الجلسة ستبقى يلزمها 9 مارس كما أبو برمج لها خاصة وفما عذو من الكاف باش يبثل الفيفا باش يكون موجود وتم تحديد الشخصية الرئيذية من الكاف باش يكون موجود نار 9 يراقب سير أعمال الجلسة العامة الانتخابية هذه المنظومة بيحول لها دخل التالي التاريخ بسيئاتها الكل لا أريد إيجابيات لأنني لا أريد إيجابيات كل السلبيات الحمد لله في تونس فما قضاء تونسي عادل فما بارشة فما شورة فيه برسمة 100% في البنك المركزي لا تلعبوا لا تخضعوا للضغوطات لا تخضعوا للتعليمات لا تخضعوا للتدخلات على من وليسار شكراً مرة أخرى البنك المركزي الحقيقة ولا غير الحقيقة والقضاء تونسي العادل سيتكفل ببقية التفاصيل خليل يرحب بالأعلام القدير سامي العكريمي مرحبا بك سامي أهلا بك أهلا بالأخوة في استوديو وأهلا بكل من يشاهدنا على قناة تونسنا مروان مرحبا مرحبا بك ساحبي مرحبا بالوخيان ومعنا ومرحبا بالسيد المشاهدين يمنجي مرحبا بك مرحبا بك ساحبي ومرحبا بمشاهدين كانت تونسنا وإن شاء الله مرحبا بالحظور ومرحبا بالمشاهدين الكرام مرحبا بك ساحبي مرحبا بالحضور ومرحبا بجميع السادة المشاهدين وإن شاء الله أمسي الطيبة مرحبا بك ساحبي ومرحبا بجميع المشاهدين تعليقك على الخبر الحصري والخاص بقناة تونسنا عربي سنجرية هو شي منتظر ساحبي المواضحين هو لأنه بكري لمدة العشرة السنوات الاخرانية المكتب الجامعي يخدم في خدمة رعواني يعني ناس تصرف الفلوس وتخرج بها وكأني خرجت مريول ولا شارط ولا صبات كرة ولذلك الأمور القانونية رايه البارح عندي معلومة كونه من البنك المركزي فما شكون جاء للجامعة وجاب التقرير اللوديت وما تعدىش على البيرو الدوردر تعدى طول العظام المكتب الجامعي وتقابل مع السيد وصف جليل ومع أمين موغو ومع السيد الكتب العام وعطاهم التقرير وبعد التقرير تقريبا صاحب لماناها الزمان لأنه فورا بالوقت وصف جليل قرر عدم التعرشح وأخويا نحن نتمنيه الخير للنس كل وعطاهم للنسام لكن الناس صاحبي لا تعرف اللي عملي خلص لا تعمل يدك ولا تخاف واللي حت تيده وخذا們 تمتع الناس وخذا們 تمتع الجمعيات وخذا們 تمتع العباد وخذا們 تمتع الشعب وخذا printing وخذاة عرق الرجال اللي تجري وخذاة عرق الجمعيات اللي ميخذو حتى فرنك وخذاة عرق الجمعيات اللي ميخذووه لومش جملة ونتقبوش يتحمل مسؤوليته ولذلك أنا نقول لك أنا حاجة ربما في قادم الأيام ربما سترفع عدة قضايا وربما مش تكون المصير خايم شوي حاجة بركب ليس السابق مش نعودها الجمعيات فما الناس نتحشمش موقع قلنا نحن جمعيات تعلبارح كل إنسان ماذا به يزي من الاستعمار ويستقل ويعمل رأيه ويتلاب جمعيته ويعمل فكر في رأسه ويعرف شنو ساعده ويساعد جمعيته فما الناس باقي ما تحشمش أنا الناس هذي هم يسمحوا فيه يا سيد الوزير بش نجيب القائمة بتاع الناس معينة حل عليها التقارير المالية متاحها وتو تشوفوا وين تمشي الناس هذي زي والسلام عليكم طيب نوصل لك سامي الجمعيات بسالح بتاع بي جان نهار بتاع الحساب جان نهار اللي في وقت ما الناس ظنت اللي ما فهماش حساب على الوضع اللي عشناه في العشرة سنين لإخرانين الناس تالي المعايست تقول لك ساهم ما فهماش حساب والناس خدمت خطر الإجراءات والعمل تاع المكتب الجامعي راو هو بيدو ما تبدل فيه حد سيد بالقوانين بالإجراءات تاع البنك المركزي في المعاملات المالية هي بيدها كيما اللي ساير في الفل الفينيات في التسعينيات هو بيدو يتنقح شوية يتبدل دونك الناس تعرف شنو يزمك تعمل كي عندك فلوس شبش تصرف شبش تقدم مؤيدات شبش كون كيفاش كونتابيريتي بتاعك تتشد كيفاش تعمل مراقب الحسابات كيفاش جلسة العم هذي الكل المعمول بيه ويعرفو تبقى عملوا العكس وقت اللي تعمل العكس يزمك تستنى الجزام تاعك مالرزمون احنا اللي عشناه في العشرية الإخرانية ولا حسيب ولا رقيب وقت اللي تكثر الفلوس خطر بعمرها ما وصلت الجامعة بالمغبال غالي وصلت لا في العشرية الإخرانين قبل الجامعة تبدأ مسالة وثالة في الوزارة وفي الدعم الجامعة في العشرية الإخرانين مدخيل كبيرة مدخيل كبيرة مدخيل كبيرة وقت تكثر الفلوس وما فماش حسيب ولا رقيب يصيرو تخرج على الستر تخرج على السكة دونك هنا ثم ناس وهنا إن شاء الله اللي غلط يتحاسب على غلط متاعه واللي ما عندوش حتى ذنب وما غلطش وقام بواجبه كيميز ما يقوم به نجمه نشكروه ما نخلطوش الناس الكل مش ما نجموش يكونوا الناس الكل بنفس التصرف وبنفس المسئولية خطر هذه أمور تعتصرف المالي الكبير مش الناس كل تتصرف فيه ينجم يكون الرئيس وفد خطر كلهم يترأسوا الوفود وكل واحد عنده فريق وطني مستنف من ناس ناف فما تنقلات وفما فما فما فلوس الكبيرة والمشاريع الكبيرة يصحوا فيها المسئولين اللي هما عهدت عادت لهم الجامعة بالامضاء على السكوك ولا على المدخين ولا على المصاريف لونك هنا يا ساحبي الرأي العام كان يستنى سامي في هالوديت هذية حتى لنجاة الوقت وتعاملة الوديت وخرجت النتائج ونتائج كما كان قلاليها الساحبي ثم بعد تخرج للرأي العام طوى جاء وقت الحساب ما نشفهه في حتى حد وما نتمنىه لحتى حد شر أما ذا يراه مال عام ذاك يراه مرفق عمومي واللي يتلاعب بالمرفق العمومي يتحمل مسؤوليته واللي معمل حد شيء نسكن يكونوا معاه وقلنا سيسال حملة معاه ومش معاه اللي يهمنا اليوم فما ناس شورة فا فتحت هنقوله فرقة الرمانة المسكونا عندها منذ وثمان سنة بذل والله كناس ما حاجات كما كيه شي فرح يقول لك معانت البلاد ماشي وقاعدة ماشي وفي أمان نحن سيساح بذل الدولة ذاية دي ما ربي حمينا واللي حاول بشي يسرقنا ويخونا فما كل شي كما قالوا لخيان إن شاء الله يتحاسب ما عليهم كان يلوموا نفسهم ماكش تسمع اليوم كي تسمع رئيس الجامعة كي وسي وصف الجلال معانتا مش بشي يقدم روحه للغئاسة هذي الدول فما حاجات قاعدة بديت تظهر إن شاء الله يا ربي إن شاء الله ربي ينصروا ما دوم العبادة قاعدة تخدم وقاعدة تظهر الحق للبلاد هذه وإن شاء الله الجاي خير سيساح هاي سيسي مناع كريم هو شوف هو يوم المناعد ثم دائما أحداث ولحظات فارقة في تاريخ الشعوب ولا تاريخ الدول كتاب نتاعي معانتا بشي يكون أعرض من هدايا لأنه ما يهمش كرة القدم برك ثم طبقة حاكمة في البلاد سنوات الأخيرة هذه ما عرفتش تحل وما فهمتش اللحظة الفارقة أنتها 25 جويل يا الناس هذوما فيعود يكونوا معانتا يفكروا ويحلوا شنو اللي صار صارت عملية هروب دا الأمان سواء السياسيين طبقة السياسية أشوف معانتا جانب من الطبقة السياسية 13 سنوات الأخيرة وين موجود الطبقة الاقتصادية رجال أعمال واحد يقول شوف معانتا عدد لا يستهانوا به وين موجودين وبالطبع معانتا الطبقة الرياضية ما تنسيوش أنه في نهار من نهاراتونية بعد 25 جويل يا ثم أسخاص من الطبقة السياسية تكلموا وغزروا القيس سعيد قالوا له له نجم أمن لك خروج آمن ذكروها ولا لا قالوا له خروج آمن هاو طبعا بخليوك تخرج من مسوكش ومن ذروكش وكل دونك كان هروبي للأمام كان عملية لي ذراع وبالرغم أن جاتهم معانتا ثم مؤشرات كما المؤشرات اللي جات جامعة التونسية لكرد قدم لرئيسها وأعضائها وانتي تعرف أن رئيس الجامعة التونسية لكرد قدم كانت عنده ثلاثة ولا أربع فرص مش دارك الأشياء ثلاثة ولا أربع فرص هو معناتها فضل سياسة غروب إلى الأمام سياسة التغطرس سياسة التحدي تحدي متاعه ومش مش الجمهور الكورة ونحن الصحفيين ونالجمهور الكورة واللاعبين والدولة وكل معناتها بلاد كل صدالها كان من المفروض أن بعد دخوله للسجن لأشخاص هدومة واعطوهم الفرصة وتحدثوا معاهم الناس هدومة كنا نتصوروا الناس كل أنهم بعد الحادثة أنت ودي الجريه أنهم مش قدموا الاستقالة متاحهم ما قدمواش الاستقالة متاحهم كنا نتصوروا أنهم مش يعملوا جلسة عامة خارق العادة لتنقيح القوانين ما عملوش الجلسة العامة لتنقيح القوانين كنا نتصوروا أنهم بعد الكان مش يخرجوا وقتلوا يعملوا الجلسة واحد وكله وقالوا الناس يتكلموا على إعادة إعادة المنظومة من الأول جديد وهم معناتها الأجدر ومش بهم الأجدر خلاوا الناس معناتها بعد معناتها الأوساط أنهم هما مدعومين من الدولة ومدعومين من الوزير وكل والشي هدايا تكلمنا عليه تكلمتوا عليه أنتم في استوديوه هدايا قبل من جينا تكلمنا عليه بعد وقلنا شنوه لمش يصير ونبهنا العديد والعديد من المرات لذا كما قال صالحة ثابتي جاء وقت الحساب وهدايا وقت الحساب هو مطلب شعبي مثالش خلي الناس يقولوا شعبوية خلي يقولوا تشفي خلي يقولوا اللي يحب لكن مطلب شعبي مش نختم ديما نقول حاجة أنا حتى معناتها في المجالس الخاصة نقولوا الله وقته مسؤول نقولوا يسرق لكن أعطيني نتائج على الأقل بشتغطي كل الأشياء هدية هذه تسرقني وتخسرني وتهينني وتزيد وتزيد تحاول معناتها تحاول ترجع لذا هذا شيء طبيعي جدا والشيء هدايا كان منتظر سيمونجي ومورات ونرجع لك عربي تلبي الكلبة تفضل أخويا صاحبي كانت تتفكر أحنا كنا سبقين في في كلامنا وحكينا في البلاتو هذية على أرتيك اللي أنا قريته وقتها بالكونتكس خلينا سيمونجي شو سماء بش نعكي لك لا خليني كذي كان هذية دون سو سنس لا اللي الكلام اللي انتي قلته قبيلة أنا بش نقولك حاجة اللي ندعمه اللي أنا انتي حكيت على القضاء كانت تتفكر وعلى خمسة عشر جويلة كانت تتفكر هنا في البلاتو أنا قريت أرتيك في جريدة لطانج كرواء قريت على يحكي وعلى معاناة من الناس تشكيهم من ظروف العمل شو ربي سبحانه وتعالى ظروف محلها برشة ناس بشتخذ حقها شفنا خمسة عشرين جويلة بعد أنا نقول اليوم وحمد الله يا ربي رئيس الدولة واقف مع البلاد أنا نقول لنيورانس متع القوانين متع اللي استعملوها الجامعة تونسية لكورت القدم يسخيبوا روحهم كوفير من الفيفا على علم وأن الفيفا ما تدخلش في الأمور الداخلية الحاجات أونانتير حاجة أغرى اللي البلاد هذية ولدها من كل من كل حاجة في كل حاجة ولدها لكن اليوم قاعدين نستعملوا في السلبيات أكثر من الإيجابيات وهذا شيء أسف برشا في كل الميدين الرياضية رأوا في كل الرياضات الكل هذية اللي خلى اليوم نقول أن اليوم رأوا الأشياء هذية الناس هذوما اللي عملوه وكي ما قال سي سالح اللي يعمل يخلص أنا هذية اللي نعرف وهذية أما لكن نروا اليوم الكورة متعنا بالطريقة هذية اللي صارت واللي صار سامي قال قبل على النتائج إيجابية سيفري صارت نتائج إيجابية عليكم ديومان تغطأت برشا عاجات أما اليوم الحمد لله ويقول القائل معنا ما تمنيناش بلنخرج من الدور الأول في كاس أفريقيا لازم اليوم لب الموضوع فرحة على لودية متع المكتب متع البنك المركزي اللي أدان الجامعة ترسية اللي يكون خدم في عديد تجاوزات شنو يمثلك هذا القرع ميتو طار سالي أريفي وانتو ما قلتوه الكلام هذي والكلو واللودية هذه لها أكثر من سنة توقع دين يعملوا فيها اللودية هذه خلات لليوم الجامعة التونسية اللي يكون تقدم وهذا علاش ديما عربي يقول يقول يجب الناس كل تمشي وترحل ونكونوا جامعة جديدة إن شاء الله مراد كيفش قبلت هذا القرار وهذا الخبر الحسري في قناة نصر باحتفال صحبي نتائج التفقد هذه منتظرة صحبي طارق ذيابك العام قال لهم شكونوا يتفقدكم هاو جاءوا الحساب هاو تفقدوهم هاو النتيجة أهدار ما العام فلوس الشعب العربي قال نوادي فلوسها والحكام فلوسها فوتصالت نحات حكام ما خلصتش الكل هذه فلوس وتجاوزات تعتبر تجاوزات في الهيكل الرياضي اللي هو الجامعة التونسية اللي يكون تقدم دانك النتيجة هكتشوفها في الاخ معناها التجاوزات موجودة والحساب والعقاب وكل حد يتحمل مسؤوليته واضح مرادة أنا بشنجيك عربي سنجرية وأمام طوام بشنفعله مبعضنا عربي بعيداً عشماته وبعيداً عالتشفي وديع الجري ربي خلص وحله وكان ما عملش كان عمله والقضاء والقضاء عدانه وأذاك موضوع آخر يتحمل مسؤوليته كم من مرة خرجت البشمرقة يقول لك السيد رئيس الجامعة رده هنا زعيم سياسي وموقوف لأغراض سياسية وموقوف خطره يقلق في السلطة ودين فماش السلطة ما لقى حد تم عدالة في تونس وفم قضاء تونسي عادل هاو الدليل اليوم ونزيدنا لك لك يا سيد العربي القضايا الصحيحة بيش تبدأ تطهات التوى بعيداً عشماته أمان رو أنت الكلمة ذي تحبها أمان عربي أمان يا سيد العربي رم قهروا الناس كما قلت البارح رم ظلموا الناس رم سلقوا الناس رم غاروا عن ناس رم بكيوا الناس رم هجلوا 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 ونسان ناس رو دمار شامل صار قالوا رحطني جداً بشي جي وقت الحساب كما قال العربي سنجري كما قلت أنت سي صالح وقت الحساب يجي في الدنيا ذي ابعد على البلاي وغني له سي صالح ما تعملش الشر تمشي ديمة لباس خلي طلعوا فيك الكلمات خلي عملوا لك العملات وخلي قولوا لتحب تخرج كالسيد الدور لكن كي طلب حمرة كحلة وتحب ديمة تخرج اللي أنت في ثوب الملاك التهر اليوم فما دولة اي صحيح قبل الخمسة وعشر نجوينة كلمة مسايب على البطيخ كل واحد يحكم ليه كل واحد يجبد ليه كل واحد عنده عصابة تتخدم له في مصار اليوم ما عادش اليوم فما دولة قائمة الذات فما رئيس جمهورية ربي طول في عمره ماسك الأمور بقبضة من حديد ومن بعد مش نحكيه على سيد رئيس الجمهورية مرة أخرى قرار تاريخي قال لك لا يا سيدي انتهى عهد الشخصنا ما نحبش كأس فخامة رئيس الجمهورية نحب كأس تونس السيادة لتونس اقبل الشخصنا ومرة أخرى برافو ومثال حي أنا رئيس الجمهورية ما هوش منعه الشيخ الكارسي الأستاذ قايص عيد الرجل الوطني يحب البلاد في شتى الاختصاصات لابراف كالجاوحة داخر عطوله فخامة رئيس الجمهورية رو طف الضو وراو شيخ بها قال لا استدعى السيد الوزير كامال دقيش والبارح على صفحة رئيس الجمهورية رسمي طلب من سي كامال دقيش الدكتور كامال دقيش يقول له الكأس يلزم يرجع لقب كأس تونس تونس مثل لقب كأس فخامة رئيس الجمهورية برافو للسيد رئيس الجمهورية فضل سي العربي شوف سي السحبي أنا ذريعي ذا طعرف أنت كان مشيت نخدم من وكل صغري ما نخذوش بالذريع ما أنت مخف من حي ربي فضلك ويفضله والذي فما حاجة سي السحبي عنا مثل يقول لك اضرب القطوسة تتربى العروسة لأنه المكتب الجامعي ذا يلزم غدوة نصف النهار معاش نلقاه حتى حد في الجامع يستقيلوا ويخرجوا على الروحة ومعاش نسمعوا حتى حس متى عن نسا ذي لولا حاجة ثانية سي السحبي ارد بالك اختنا من الكرة ماذا يفعل علي البنزرتي في كرة تستلى عنده 12 سنة كالكورة خليني اننا نتكلم حد ما يوكل في السيد سي علي البنزرتي اخوي العزيز فيش تستنى مش تعمل حل وتقصد ربي حتى انت على الروح سيبوا سيين رئيس اللجنة الاولمبية مليانة صغير منعرفوا رئيس اللجنة الاولمبية كبرتانت برك الله وسمنت ومزير رئيس اللجنة معدي مع الشايرة ونحبو نحترمو راش كهو فال نمشيهم الناس جدد فما الناس خرية مش تجي بعدنا تستمر الحياة رأوا شوف شوفوا نتيجة التمع ونقول لكم انا حاجة الدولة حنينا والدولة رايفة بالناس طو كان الدولة بالحق تحل تعمل هكا وتحل الكتاب فتشوفها العباد وين تمشي ولذي يعني نقول لكم مين وانصحتكم دخلتكم انسيحة ينتهي العصر وجينا سخرين نانسيحك سيعلي بنزرتي يعني برك الله فيك وعطيت كورت سلة وطورتها وعملت برشا حاجات ممتازة خليك محليك كيف كيف سي بو سيين وبالله حاجة واحدة اخرى سي السحبي هي الرعوانية في التسير الرياضي ما هو كل واحد يلزموه توفق على روحه سي سيد كريم الهلالي رئيس الجامعة تونسية لكورت اليد ما يخلي شيء على السيد وديع الجاري في التسير الرياضي نفس البطولة بالضبط يلعبوا بالدود ومبعد يلعبوا ربعة متشويت يعني تنجم جمعية تربح لك ربعتاش الماتش ومبعد تخسر الماتش تلقى روحه تلعف الكيس تلقى روحه خارج البطولة وإذا سي كريم الهلالي استوي برنامجك وستوي مكتب جامعي بتاعك ويزينها متفلسيف بتاع كل واحد يحكم واحده في البلاد فما برنامج وفما ناس تحكم وفما وفما كورت اليد عندها عندها يعني احساباتها وعندها برنامجها مش اللي شي حاجة يعملها في حشاه ولي ذا ماذا بيس الصحبي اذا انا مش بنقولوش كورت اليد اللي حاس حاس روحه وارزنه شوية يلمساكه ويقصد ربي على روحه أيوكين تخبوه النواج أو أنت كلامك معقول ما قم ما مخبور سيسح خلاني جاوب مشيش شنجاوبكين ني خلاني نكملك ني خلي نكملك عارف أنت توقول في صالح كاميرا بتاعك أنت تلبت تلب معقول حسب رأيك تقول لأنه الناس هذو ما أعطاهم بركة الله وفي مجاوك هي كن نوادي هذو ما أشكو عندهم نفس الأسلوب ومتاع الجامعة ومسير كورت القدم أشكو مثلا عندهم قوانين إقصائية والنوادي تترشحها ما نزلنا جاوبك معانا مشيش يوجاوبك معانا معانا الناس ما زالت عندهم فيهم الثيق أه فما تشكيات وفما تجاوزات من حق باش تتكلم وتعطي رأيك كاريار دي ولا كمعني بالأمر هنا سي العربي النوادي هاي اللي تحكم خلي خلي نجاوب جاوب ناس هذية عندها 12 سنة يهو مزالوا محبوبين تقيقة صحي صح انت يقول تحبه مانا محبوه مانا نوادي مانا انت يقول تحبه مانا ريت نوادي تحبه انت هم ينتخبو فيهم خيقعات خيقعات دائما عاشوا في 12 سنة السوداء للبلاد التونسية عاشوا أكذروا أخمجوا أوصخ فترة عاشتها تونس من اللي تخلقت حد ينكر في الشهداء أقل واحد عملت روى موندا عشما زلت قاعد اخويا كريم لهلالي الموندا لولا عربي تا لا لما قلت لك كريم لهلالي قلت لك خاتي حكيت له على البرنامج الرياضي نحكي على السيد علي البنزرتي والسيد محرز بوسيان وين ماشين تروى موندا وين ماشين أخي ما فهماش فكان سي البنزرتي يعرف يعرف الباسكيت ولا ما فهماش كان سي بوسيان يدرجح للجنة الأولمبية يزي خنبدلوا خنشوفوا بلاد دقرة يا رسول خنشوفوا نس خرين يزي كاو ولي فاسي صحبي ربما ما نجل نتكلم أنا راني كي نكلم فيهم راني نكلم فيهم بمعزة باش ما يزيدوش ياطمعو كيما الناس اللي يطمعو وشوفوا شنو مصيرهم لأنه الدولة ما هي السكتة هي بيدها الدولة عندها قوانينها باش تحط قوانينها في مجلس النواب وطو بتباعتهم يمشيوا إذا كينا ما ننعب يخرج من الباب الكبير لأنه مزوزة دائم قدموا حاجة كبيرة سواء في كورتسل أو في الألعاب الأولمبي مواطع سابق هل بن إضافة نجاوبك على السؤال متاعك أنا قلت رأى وثم قلت لك ثم لحظات وأحداث تاريخية فارقة ما فهمهم مش كما قال لك محرز بو سياد ما فهمهمش علي البنزرتي وما فهمهمش وديع الجري وإلا كان الفرقة التنسية مش مش تفهم الأحداث التاريخية الفرقة هدية اللي موجودة لأنه أحنا نتكلم على شنوها نتكلم على منظومة منظومة وقت يتقطع عراش المنظومة معنا أجاز المنظومة الأخرين يلزمهم يفهموا الفرق التنسية يلزمهم يفهموا اليوم لأنه اللي نعلم أنا أنه الحساب وقلتها المرة الأخرى سيطال أيضا رؤساء الرابطات ورؤساء الجماعيات شنو معلت حساب الشيطال حساباتكم ورؤساء نحن اليوم فوضى فوضى عارمة فوضى عارمة على المستوى المادي يقولوا هي غلطة رئيس الجامعة وغلطة الشرسون وغلطة لا 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 لأنه كما تقول أنت المنظومة هي أولا وقبل كل شيء الفرق هي أساس المنظومة هي الأساس لذا ولكن باقي المنظومة اللي هما الفرق ما فهموش هدايا راهوا بشي تعداول الحسابات واللوديت والواحد وكل بشي تعداول هذو ما لذا وقت تتيح منظومة المعنات انتخاب انتخاب الرؤساء والهيئات وواحد وكل لكن السلطان سيمي تو السلطة لو كانت تعدى قانون هيك للرياضية أبشي تعدى أسمعني وحدوا لدوم وندات مثل دوم وندات تقف عن جامعة الكل وقتها واضحة سيمي في صلاح للحاجة رؤساء الجمعيات ليسوا المنظومة رؤساء الجمعيات شوف إيجا نقول لك حاجة لا ما فهمش حاجة تقيقة لا ميساة سيمبرك أنا أنا نجي بك شوف شوف وقت اللي أنا أنتخب سيمي العكريمي رئيس جامعة متاعي ونعطي فيه ثقة يزمك أنت تكون عند ثقة أخلاقيا وقانونيا في كل شي ميجيس سيم العكريمي يعدي لي قانون يعدي لي قانون لي أنا نصوت عليه مش معاش أنا ننتخب هذا غير أخلاقي ونجمي يعدي ألف قانون ونقول لك أنا حاجة لو كان مجلت 25 جويل وديع الجاري يخد 5 سنوات أخرى خلت لك أنا جمعي خلت حاجة خلت حاجة معنايا المشترة مش الجمعيات لي شوية تتغير قوانين لعبة معات سمك الدكتاتورية معات سمك الضغوطات معات سمك أكري حطوا الجمعيات رهائن هذا حبيتهم كل لذا بش تغير حتى على مستوى الاختيارات والمعنة والانتخاب المنظومة كل بش تغير يا مرسيمي عجتنا توروف قبل مع رؤسية جمعيات كي كان معت سوادي على الجارية كي ما قوله ربي فرج عليه فما جمعية كانت مش تلعب ماتشا ميكان وهو ضد الجمعية ذيك يطلب عليه حتى ماتشا ميكان ما تلعبوش كانوا خافوا منه الرؤسية مضربين على جمعيات اليوم يظل لي معاته حسب نعرف ونعرف برشة حاجات معاته على الرؤسيتها وجمعيات طوام عاد لفما لخوف لشي أنا نقول لك ما ظهر لي اليوم جمعيات مش تاقف معا واليوم تأكد بالكشف زملاء الأعزاء أن هلال الشابة كان على حق حين طالب بشعم الأوديت في حسابات المكتب الجامعي وتعرض للهرسلة والظلم والقمع والاستبداد وخرجوا نساء خرجوا ناس حفاية في مدينة الشابة وناس حب التحرق وناس هذا كل من الظلم اللي كرسته هذه المنظومة الفاسدة في حق تاريخ تونس ونظم صوتي الصوتي سابي العكريمي وقلوا برافو على كل إنها لحظة فارقة مش في تاريخ كورة قدمة التونسية في تاريخ تونس اللي اليوم عنا رجال عنا شرفاء عنا وطنيين وقفوا وقالوا لا للظلم لا للاستبداد أنا نحب أن أكمل حاجة أنا ما نتعرف ما خافنا رب يفرج عليه السيد توفيق المكشف أمين يا رب يفرج عليك الراجل ذاك الرجل الشهب اللي وقته اللي هو يتكلم حتى حد ما حلف أمه رب يفرج عليه لأنه راجل حب بلاده وقف ضد المنظومة الفاسدة ودافع وقود صدره وحده رب يفرج عليه ويرجع لصغيراته ويرجع لجمعيته وما حتجت ونظم صوت يصوت كسي توفيق المكشف هو موجود في السجن حاليا رب يخلص واحده صحيح لكن ارفع رأسك كسي توفيق أنت سيد الرجال وقت الناس كلهم تعتروسها في التراب وقت الناس كلهم باعت لتراح وقت الناس كلهم خذاتوا التيتروات وقت الناس كلهم فصلوا لها على قياسها ماتشواتها ومشاركاتها التونسية أو القرية أو غيرها أنت قلت لالك ظلم وللستبدال كنت النجم تنخرت في هذه المنظومة ورك لباس عليك وواقف ولال الشاب براي ما تحتش وراو العب كأس تونس وراو هز تيتر لكن لا التاريخ سيسجل بأعرف من ذهب أن توفيق المكشف كان سيد في مكافحة الفساد في كورة القدم التونسية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد يستقبل وزير الشباب ورياضة الدكتور كامال دقيش ويؤكد أن تونس قبل الأشخاص خليني نقرأ هذا البلاغ الصادر في صفحة رئيسة الجمهورية تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه مساء اليوم الجمعة تسعة فيفلي نقص دولبار حلفين واربع وعشرين بقص الكرتاج من سيد كامال دقيش وزير الشباب ورياضة نشاط الوزارة على وجه الأموم ووضع عدد من المنشآت الرياضية التي هي في حاجة للترميم أو أنها غير مستغلة نتيجة لعدد من الإخلالات بل ونتيجة للفساد وأشار رئيس الدول على سعيد آخر إلى أن المجموعة الوطنية تخصص مبالغ طائلة خاصة للفرق الوطنية ولكن نتائج مخيبة الأمال ومن يشارك في أي تظاهرة إقليمية أو دولة بحثا عن عقد أو من يشارك بعقلية المهزوم لا يمكن أن ينتصر كبأن الذي يتخفى ويحاول أن يؤثر حتى خارج الهيئة الرسمية في اختيار الجامعات أو رؤسائها بدفع الأموال ويعقد التحالفات المشبوهة ليس بمنع عن المسالة هذا إلى جانب شبكات الصمصرة التي تكلف المجموعة الوطنية المليارات من العمولات الأجنبية وهذا التأكيد أن السيد الرئيس الجمهورية فيقبل لتراح الكل وبرافو للسيد الرئيس الجمهورية وذكر الرئيس الجمهورية أن عددا من الرياضيين التونسيين الذين خلدت تاريخ تاريخ الرياضة ذكرهم كانوا يقيمون التربوسات في دور الشباب وحققوا نتائج أفضل من الذين يقيمون تدريباتهم في القارج أو في أفخم النزل وأشار رئيس الجمهورية إلى أن البنية التحتية كانت في وقت من الأوقات متوفرة بصيفة طبيعية في الأحياء ولكن لم تكن هناك تجهيزات مناسبة ففي كل حي بطحة أو أكثر منها أكثر خرج منها العديد من الأبطال الذين كانوا يتحلون بروح وطنية عالية من قلة الإمكانيات أما اليوم فقد توفرت أفضل تجهيزات وغابط الفضاءات الرياضية لأمثلة عمرانية لا وجود فيها إطلاق للفضاءات يمكن أن تمارس فيها الأنشطة الرياضية ودعا رئيس الجمهوري على سعيد داخلي استبدال تسمية التي تم تلاقع على موبايلة الكأس بكأس تونس بدل كأس رئيس الجمهورية فعهد شخصا في السلطة ولا بدون رجعة وانتهى سامي العكريمي نعمل توردو طابل قراءتك في ما جاء على لسانة السيد الرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد كل مبرك هذا تشخيص دقيق للوضع تشخيص دقيق بالوضع مش يوريك معناها المصلحة تونس قبل كل شيء واسم تونس معناها تشوف كأس تونس هذه حاجة فريما نفهمش برشا ناس ما كانوش يبروفيتيوا بالسيطواتيون مش يسميوها كأس رئيس الجمهورية اليوم الرئيس بنفسه سيد قيس سعيد قرر بش يكون كأس تونس معناها لتوانسها كله مرات أنا نقول شكرا لسيد الرئيس بالقرارات المتاعه قاعد يرجع في هيبت الدولة وقاعد يرجع في مصدقية الدولة هذه بإجاز معنتها نقولها وباختصار عربي يبالك سي الساحبي يتوى عنا سنشر سناء أول بلاغ يعبط على مستوى السياسي ما يخص كورة القدم ما يخص الرياضة بسيب عام أنا نقول لك لأنه يجي نقول لك وقت اللي يخدم البلاد هذه راجل ونفس نون تكون كالنتيجة ربما نحن قاعد سعيد بيدو الرئيس قاعد سعيد قلنا ما هوش ليه بالكورة لأنه عنده أجبال متاع مشاكل في البلاد ليه ليه بالكورة ولاه بالرياض ويعرف قيمة الرياضة فهم كل شي نحكي لك ليه ليه أجبال مشاكل متاع في القطعات الكل ونقول له ربما ما هي الكورة ويهي ذار كل نفس كورة ونقول لك أنا حاجة قاعد سعيد نحن غم على الشعب التونسي لأنه كورة القدم سي صاحبي رأوا ربما ما فهميش الشعب التونسي مهبول على كورة القدم ولذا نقول له شكرا سيد الرئيس كي على قل قلعتنا ناس قاعدوا على قلوبنا وبالسيفة علينا ويذولموا علينا وما نجموش نتكلم وما نجموش نحلوا فامنا شكرا يا سيد الرئيس رجعت قيمة للناس وللمظلوم وللنسان اللي تعديوا عليه وللنسان اللي اللي غفصوه وللنسان اللي عذبوه بارك الله فيك سيد الرئيس السعبية نفس التوجه سيد الرئيس هو بيدو في كل المجالات في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي في المجال الثقافي العلمي الرياضي سيدا كيف كيف نفس التوجه الكلمة الأولى للتونس وللشعب التونسي أولوية هي التونس لنهوش غريب لأنه هذين اللي تعودنا به وقاعدين نسمعوا فيه في المجالات الكل في التدخل اللي تمتعه لما مصلحة تونس ومصلحة الشعب التونسي يتعديه قبل الأشخاص مروين الحقيقة برافول سيد الرئيس قيس السعيد أنا حسيت أن الرئيس هذين قاعد يعمل في سياسة للكورة ينه بشوية بشوية ويظهر يهو بشون قدنا في الأخير أنا مسكين يويلوا منه في السياسة وفي البلاد وكل شيء شفت الوضع متاع البلاد ومامتون زيدا كيف كيف لزوب شي الداخل زيداك في الكورة إن شاء الله حاجة بايا كالعباد ما فهمتش روحها جي حاجة من الفوق أنا تمنيت أن يكون هو منه رئيس ومنه رئيس جامعة كني يكملي سيرنا هو في رئيس جامعة أخير عندك شئ إضافة؟ لا تصحيح الحاجة معنا شوف هو تشخيص وتصحيح وضع قلت أنت قبليك تكلمت على فيما يخص الجامعة التونسية لكورة القدم وفيما يخص الانتخابات يوم تسعة مارس سوف بإطار تصحيح الأوضاع في كورة القدم التونسية لا مجالة لانتخابات نهار تسعة مارس لا مجالة لانتخابات تسعة مارس لأنه انتخابات انتخابات الجلسة العامة الانتخابية جي بعد الموسم الرياضي ايبوي توا ستري بريسي بيتي ومازال ما قلوش أنه المشهد معناتها مشواضح لكن أنه اليوم يمشيوا معناتها قائمات ويمشيوا الانتخابات نهار تسعة يلزم تصحيح الوضع يلزم تتغيير القوانين وكل ويلزم كسر كسر هذه الفضيحة متاع معناتها انتخابات وسط الواحد لأنك مش نعملوا انتخابات نهار تسعة مارس معناتها قعدنا في المنظومة السابقة بالنسبة لي أنا تصير هيئة تسيرية والا عليها سيبسين 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 أنا ضد لترقيح قوانين لا شيطا خوية تم الجلسة نهار تسعة اللي بشيخ هو مكتب جامعي بعد شهر اثنين ثلاثة يدعو لعقد جلسة عامة لترقيح القوانين وقالي لاستخدم على الروح شو سمحني في إطار سمحني القايمات اللي بشي تقدم الشروط اللي موجودة متوفرش فيها متنجم متنجم ربما الشروط هذية ساعة متنجم سمحني مشتحرمنا من هيئة ربما تكون قايمة كفأة ونحر في أي حال سمحني العربي في أي حال من الأحوال معناتها الجلسة العامة الانتخابية يلزمها تسع مارس معناتها أنت بشوية سمحني 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 قايمة يمشي الجامعة وقدم قايمة نعتبره خائمة معناتها أنت كنت في ديكتاتورية تحكمها قوانين معناتها ديكتاتورية تتغير بس تغير النظام بس تعمل الانتخابات بقوانين ديكتاتورية حد شيء له زرب حد شيء له زرب الأهم حاجة أنه تتغير القوانين وخليهم لأنه ثم العديد من القائمات تشكلت توا تشكلت بي في معناتها لتادي سبريم معناتها أمتاع المنظومة القديمة حد شيء ما وزرب سامي أي نعم أنا وأعيد بلهم كلمتانا نعم لا للقوانين الأخصائية وزا تتنع لكن زادة لا لتأخير الجلسة العبلة خبية يا ساحبي يا ساحبي ما تنجمش بنفس القوانين تمشي يا ساحبي عيش خوية يا سامي يا سامي النجم نجم نجم روى كل شيء ممكن إذا فم الإيرادة روى النجم ونعملوا كل شيء نجم ونعملوا جلسة تنقيح القوانين بأسبوع قبل الجلسة العامة قبل الناس نعم اسمعني عليها سامي ما تقول خطر أنت داخلت كلمة قلت ليه عنا سامي عنا دي زونجاجمان عنا النوادي مونجاجية في الكوب دافريك عنا بطولة وعنا بلايات وعنا التزامات في الكوب ديمون في الشهر جوان ينزم الهيئة هيئة تسييرية هيئة تسييرية بشوية هيئة تسييرية متفقة عليها هل قل كله متفقة عليها لأنه ترأت أشياء ترأت أشياء توة جديدة القضاء والدولة والقرارات هدوما كل تصير تصير سبحني عربي تصير هيئة تسييرية وهيئة تسييرية مشتعى خمسة مئة نعام بدرهو سبعة ثمانية أشخاص هيئة تسييرية شمزيل هو للموص شمزيل الموص معناتها تسعة مارس مارس أفريل الموص بشوية بشوية وقت تسيير هيئة تسييرية آما القائمات الحالية ونعرف القائمات الحالية متنجمش بالقوانين القديمة متنجمش في ذراف وضع وضع ونقذيه نهائيا رأي فما حاجة رأي اللعباد رياضيا أنا نعرفها ما يفي قباة كان الكمبانة رأيه ما تجيش اتخابات في مارس الانتخابات في جويريا معا بداية الموسم الرياضي شاب دراج الجمعية مرتاح عاملون جاجمون تيعوا ديرس راسو وضع عربي أما في مارس خوية دي موضوع ووضع عربي سنقرية فاصل إشاري ونرجو ونوصل بقية فقرات حسدنا موسيقى موسيقى موسيقى